أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل أعلنت عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخية وأصرح رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر محمود محيدين بأن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الريا وزيادة الانتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعة المناخ